عقد رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي اجتماعا لاستعراض نتائج تقرير منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية المعد لأول مرة عن مصر ضمن أنشطة البرنامج القطري المشترك بين مصر والمنظمات الدولية ناقش الاجتماع التقرير والذي يشمل جزئين رئيسيين أول وهما أداء الاقتصاد الكلي وآليات تعزيز كفاءة السياسات المالية والنقدية فيما يركز الجزء الآخر على قضايا محورية تم تحددها من خلال التشاور مع الحكومة المصرية بما تماشى مع الأولويات الوطنية ممثلتان في منخ الأعمال العام وتعزيز بيئة الاستثمار وتعزيز كفاءة السوق العمل وآليات خلق فرص عمل لائقة